السلام عليكم أخوتي أهلا ومرحبا بكم مطبخ وصفات للا فاطيما وان شاء الله فوصفات جدا نحضر معكم إن شاء الله واحد كيك اللي ساهل في تحضير ديالو كيتحضر غير في المقلات يعني ما كنحتجو فيه لا فر لا والو وفي نفس اللحظة المكونات ديالو بساطين واقتصاديا ما كنقلكم يعني واحد الحاجة اللي كيكونوا المكونات ديالها بساطين كيكونوا فعلا بساطين نحضروه إن شاء الله ببيضة واحدة كذلك نحضروه يعني نحضروه غير بالماء ما نحتاجو فيه لا حليب ولا ياغورت مهم وكونات ديالو اقتصادي الأقصى درجة وفي نفس اللحظة صراحة كيجي زوين بزاف كيجي مجعب كيجي رطب كيجي شيش كنت من اللي إن شاء الله تجربوه وإن الإعجاب ديالكم وأنا أكيد إن شاء الله لو جربتوه فغيعجبكم بزاف وتقعو دائما إن شاء الله كديروه مهم قولنا بداو الفيديو كما العادة منساش تدعموني باللايك ديالكم باش دائما إن شاء الله هنجيبوه لكم الجديد كذلك تقول المرة كتشوفوني فمنساش تركوه في القناة فعلو الزرس باش دائما تصلوا بجديد ديالي مهم داو ما نطوش عليكم خليكم مع المقادير وطريقة تحضير بسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات فغا نحتاج هنا بيضة واحدة ليكونك الحجم ديالها شوية كبير أو لا تكون متوسطة كذلك نحتاج هنا كأس إلا ربع من السكر ما يعدل تقريبا اكي واحد المية واثناش غرام نضيف هنا واحد الكيس بالنكها ديال البانيلي كيوزي 7.5 غرام ويمغير باش كيجينا الكيك ديالنا من السم إلا بغيتوا كيان السموه بالقطور ديال البرتوقال يعني انتم كيبقى لكم الاختيار هنا لاحطوا معيك نحاول هكيان خدمة البيض مع السكر مزيان حتى كيتغير اللون ديال البيض واحد شوية وكذلك السكر ديالنا كيدوب وغير بتطرر باليدوي بهتشكل وفي هذه المرحلة سوف نضيف هنا نصف كاس ديال زيت نباتية مايو عاديل 75 ميلي لتر اللاحتم معي كنوريكم هنا كناخد القياس ديال العنباء الكاس ديال العنباء كان امرو حتى للنصف هنزيد حرق الخليط ديالي مرة أخرى نحاول حرقه مزيان باش كيزيت ديالنا كيندمج مزيان في الخليط ومباشرة سوف نضيف هنا كذلك الماء سوف نحتاج نصف كاس ديال الماء اللي هي 75 ميلي لتر وكذلك لديكم الميزان دقيق ديالكم غرب له ومباشرة اخرج لكم العبارة وخلاص بالنسبة للناس اللي عندهم الميزان فكي عبروا 100 جرام ولا لاحظتم معي هنا فاضفت الكاس الول كنحرق الخليط ديالي مزيان ومباشرة نضيف الكاس التاني على دفوعات مهم بالنسبة للكاس تاني فانتو ما تقدروا تدخلوه كامل تقدروا تخليوا منو كي واحد شوية او لا تزيدوا عليه شوية تزيدوا عليها كي مع القاة او لا تنقصوا عليها مع القاة لحقاش كيكون الاختلاف في النوعية ديال الدقيق كينا نوعية اللي كتنطس السوائل بزاف وكينا لا وكذلك كيكون الاختلاف حتى في الحجم ديال البيض لذا دائما في الاخير كنحاول واكي دقيق نضيفه غير شوية باش اكي ما نقصحوش عو تاني الكيك ديالنا اكثر من القياس وخاول كيك هذا يخصو كون شوية قصح وما يبغى نوريكم ان شاء الله القاوم دياله وكيفاش خصو كون بالضبط في الاخير انا لاحتوا معايا فكا نضيف جوج ديال اكيس ديال الخاميرات الحلويات كل واحدة كتوزن ثمانية جرام كنحاول واكيا نغرب لوهم باش لاكا نوكيا في عشي حبيباس او لا تكتولاس ما كيبقى مناش في الخليط وكنحرك الخليط ديالي بهاتشكل لاحتوا معايا القاوم ديال الكيك تقيل غانزيد كذلك في المرحلة الاخيرة ملعقة كبيرة من الخل وغانزيد نحرك الخليط ديالي وفي هذه المرحلة هادي يعني ما غانضيف لا دقيق لوالو هكا كنكون وصلت للقاوم ديال الخليط اللي انا بغاه نحرك بعد احتكي اختفى الخل المهم هذا هو القاوم ديال العجين ديالي خاصة تكون اكي واحد الكيكة اللي تقيله ما تديروش القاوم خفيف لاحقاش حنا يا الكيك ديالنا غانطيبوه غير بالمقلات وإلا كان خفيف بزاة فاره ما غانطيبش معاكم في المقلات المهم كيكون تقيل بهاتشكل هادية بحيث اننا مني كان ضغوروها كيا كيبقى مرصوم ومهم القاوم ديالو باين خاصة يكون تقيل إلا ما قد كمش يعني الدقيق زيدو الدقيق وتقلوه اهم حاجي كل قاوم تقيل هنا اللحتوا معايا فاجبت هنا واحد المقلات كان دهنها مزيان بالزبدة وغاندر له هنا واحد الورق ديال الطبخ اللي قطعتوه على قد المقلات مهم بالنسبة للقطر ديال المقلات ان شاء الله نخلي لكم في صندوق الواصف مهم فاطما رحالي هادي فغانضيف العجينة ديالي او للخاليط ديال كيك اللحتوا معايا الخاليط راهداي للقاوم ديالو كيكون تقيل يعني حتى مني كنضيفوه كيف مني كنضيفوه في عفوان في المقلات يعني كنوزعوه ما كيسي حشبوو حديثو هاتش كاله هدايا كنحاولو كينساوي الخاليط وغانضربو مع سطح العمل باش كيزيدي تساوى ومباشرة غانوضعو فوق النار عندي هنا نار لي مهيل اللحتوا معايا كنوريكم النار كطفو كتشعل يعني ضروري ما تكون العفية مهيلة حيث الى جهة التولى فكيك مغيزقش معاكم يعني الكيكة غات خسر معاكم وغات تحرق لذا ضروري ما تكون العفية مهيلة مو يمنى اللحتوا معايا كنحاولها كي نغطي كيك ديالي ونخليها طيب المدة خمسة وعشرين دقيقة بضضبط انتوما الكنت عندكم شوعلة ديال البطا صغيرة فيقدر يخدم منكم كتار ديال الوقت وممي مبني اللحتوا معايا كنخلي وكيك ديالناحتكين نشاف من الفوق كيوالي ناشف إذا كنت عندكم شوعلة صغيرة حاولوا كيامرة مرة ثوروا الكيك دياليكم باشكيطيب كامل من الجوانب كامن وكيتحمر مهم تكون نار مهيلة باشكيقيا ما يتحمرش معاكم ويتحرق من التحت وفي نفس اللحظة مينشفش من الفوق نلحته معي فاقلبته ونخليه كذلك يتحمر من الجهة الثانية تقريبا كياغير واحد خمسة دقائق الحقاش كيجي الكيك دينا عفوان اصلا طائب هنان بعد ما كتدوزك خمسة دقائق كنقلبوه كيجي على هاتشكل كيجي محمر كيجي صراحة رطف بزاف مهم فاض مرحلة هادي فنجي ونحيد هاد الوراق ديال الطبخ هاتشكل هادا ايه مباشرة كندوز نحضر اللاصوس ديالي عندي هنين شوكولات اللي دوبتو عندي مياه وخمسين جرام ديال الشوكولات فكنضيف لها هنيا دانيت غنضيف معلقة ونص معلقة كبيرة ونص ديال دانيت اللاحتم معي في الاول مني كان بقى نحرك كيباليك يا شوكولات بحليك يخسر وعاد من بعد كنزيل كمية المتبقية ديال دانيت شوكولات من بعد كيولي القوام ديالي على هاتشكل كنستمرو التحريك حتى كيولي القوام ديالي وبحل شي صوص بهاتشكل هادا ايه مهم انا غنزيل الكيك ديالي به هادلا السوس بالنسبة للتزين كيبقى اختياري لابغيت واكيد دهنو غير الكيك ديال كم بوحشوية ديال مربه وكذلك يقدر دروعلي وحشوية ديال الكوكاو او الليل كوك على حساب الضوء ديالي لكم وهنا يجيو كندهال الجوانب ديال الكيك بالشوكولاتة كنحاولي كندهال شوكولاتة حتى في الجوانب مهم في المرحلة هادي فقدوزو نحضر واحد الصوص اللي غتكون بيضاء هنزيلو بها الكيك ديالنا غنحتاج هنا خمسين كرام ديال شوكولاتة بياد كنضيف له نص محلقة كبيرة ديال ياغورت وكنستمر في التحريك على هاتشكل هادا كيولي شوكولاتة بحل كريم كيولي كي كريمي بحل القوام ديال الشوكولاتة اللي حضرناها في الاول لابن لكم القوام ديالو بقى يعني قاصح نزيدو واحد شوية ديال الياغورت وما يبني اللحتو معايا فكنوضع داك الاصوس في واحد الجيب الحلواني وغانبقا كنشكل واحد داوائر فوق الكيك بعد شكل هادا ايا ومن بعد كنجيبك ايا واحد الكيك يغضو كمقا بعد كنخطط في الكيك ديالي من داخل وانا خرجع على بره كندير ثمانية ديال الخطوط بهاتشكل هدايا ومن بعد كنرجع وكندير ثمانية ثمانية ديال الخطوط من بره وانا داخلها باش كيخرج لي يعني هاتشكل هادا ديال ميل في وبالنسبة للجوانب فنزينهم بحشوية ديال الكوكا واللي عندي مهرمش ومحمار وهدا واشكل ديال كيكا ديالي من بعد موجدات هنا اغانوريها لكم كيفاش كتجي من داخل صراحة كتجي رائعة جدا كتجي طائبة من داخل يعني لا تخافوا شباتات هادا القاضية كذلك كتجي مجاعبة من داخل وارطبة اغانوريها لكم باش شوفوك باش كتجي بطبا بتضعبوان من داخل ومهم بالنسبة لهاد اللاصوس اللي كاسكل الفوق فكتجي كريمية وغانحلى معاكم كذلك بليد ديالي باش شوفوها مزيان كتجي رطبة ومجاعبة من داخل كنسمنين ان شاء الله اتعرفواتنا الاعجاب ديالكم وانا اكيد ان شاء الله اللي اتعرفوها فغاس اجبكم بزاف لحقاش فيه اعلان كاستحق بزريبة مهم ده بقالي الى ندعكم وانا اعجبكم فيديو مانساش دعموني وليك ديالكم باش شجعوني باش ايما ان شاء الله نجيب لكم الجديد كذلك كتب اول مرة كتشوفوني فمانساش تركوه في القناة سبعروا الزرس برجاء ايما توصلوا في فيديو لي مع السلامة لقا فيديو اخر